لا المهندس مصطفى جاب نادي القرن للنادي الاهلي ولا اصلا الكلام ده يتقال ولا يتقال بهذا المنطق المفاجئة بقى معه سنة 94 لما حصل هذا يعني بعد الراجل اسمه لامتي متابلا ولا ايه نيلامتي لا متابلا بتاعت اه اه بترس متابلا حكم الجنوب افريقيا حكم السوبر الماتش السوبر اللي غير الماتش ووجهه واتكتب في الاهرام ساعتها وصلوله ايه واخد بالك فالاهلي اجتمع بعدها بفترة اقضع عليه وتشاطب ودخل السجن انه مرتاش اه انه مرتاش الاهلي ازاء هذا الموقف اه وتدعياته قرر عدم الاستمرار في المشاركة في البطولات الافريقية القرار ده اتاخد في وجود مين ايه مين كان عيده مجلس الظهرة الموانس مصففه مصففه بعد سنتين انا متابع جالنا جواب كان هو مش في المجلس بعدين اه كانش في المجلس كان مخرج من المجلس بعدين سنتين او تلاتة جالنا جواب ان الاهلي يستدعى بصفته البطل ما احنا بنكسب البطولة المحلية فالكابتن صالح قال لي رد بالرفض وطوله لا كابتن مرة دي لا ما ينفعش الرد بالرفض قال لي ليه وطوله الزمالك اقترب احنا سبتين عند عدد نقاط معينة الزمالك اقترب من ايه الوقت بيخش بدلنا قال لي بيخش نقاط ايه شرحت له التصنيف التصنيف زي ما جاء في الاهراق طوله حيختاروا النادي المتصدر لزعامة الكرة الافريقية ها بناء على عدد النقاط اللي بيخد احنا عدم مشاركتنا بيسمح لزي مالك يخش ونقاطه عمالة تزيد وقرب من ايه راح متكلم في التلوئية قال له اه اه فيه نقاطه فيه حاجات كده يعني كابتن صالح وطوله انت كنت الاول بتقول ان البطولة فاش حوافز بقى فيها حوافز بقى ليه نظاب اختلفت لازم نرجع نكمل يا كابتن طب نعمل ايه نعمل ايه احنا عندنا بطولة عربية عادلة واشتركنا فيها عش هنقدر نساحب من وطوله تعالي نزل بفرقتين بس ايه نحجز لان زمالك اللي دخل مكاننا ممكن يتجاوزنا خش يا كابتن صالح بقى اي فريق حتى لما تكسبش ثبت الوضع على ما نقدر نسترد ده اللي حصل لو تذكر البني الاسيوبي كان بالليل بيتلعب الفاينال العربي فقا دلنا واحد واحد هناك وتين تين هناك والصبح احنا بنلعب ب13 لعب من الناقيين والاحتياطي صحيح في مصر طيب بعيدا بقى عن فكرة التسعة والسابعة وانهما فكرة ان انت ترس كاسات على التربيزة وتساوي بين الكاسات يعني يبقى الكاس الافرق السوية والكاس السوبر والكاس مشاريء فقط هم لكلهم مقام واحد داقة تسعة والسابعة مش دايما ساعتي السابعة بتبقى اكتر كتير من التسعة يعني السابعة استرليني اكتر من سبعة دولار لا هي الفكرة دور الابطال ليه نقاط مختلفة عن السوبر اللي بيلي ياخد نقطة والافرق السيوي محدش خد عليه نقطة لا الاهلي ولا الزمالك كل منفاذ بيه في افريقيا ما خدش عليه نقاط انت مصمم تعده ده حاجة تخصك لكن على ذكر المهندس مصافة فاهمي واتهامي ان هو اللي ادى الاهلي نادي القرن نشوف الله يرحمه دكتور فيكين جازماجيان دكتور فيكين جازماجيان اللي توفي من سنتين تقريبا كان وقتها المسؤول عن الاعلام في الاتحاد الافريقي في فترة وضع معايير التصنيف سؤل كتير لا وزمال كاوي حتى نقاع صحيح اتكلم الدكتور فيكين في اكتر من مرة هذه احدى المرات اللي تحدث فيها ازاي اتعمل التصنيف وهل يا دكتور كمال المهندس مصافة فاهم اللي عمل ده لا لا اسمع كلام فيكين الله يرحمه اسمع كلام فيكين الله يرحمه من الجدل اللي عاش ودكتور فيكين هو نادي القرن وبعد موضوعات كتيرة والغد دلوقتي في خلاف ما بين زمال كاوية يقولوا لا زمالك هو نادي القرن وما بين الاهلوية اللي هم بيقولوا الكاف قال ان الاهلين نادي القرن هو موضوع نظام النقط يعني طبعا الاختلاف كله على النقط يعني البطولات اللي فازها كل نادي اما اما تعملت يعني مش المسابقة او نظام التجميع النقط دي كان فيه خلاف لكن لجنة تنفيذية وقتها وفقت على التصنيف ده هي نظام النقط اللي خلا يبقى فيه اختلاف وان الاهل يفوز لكن ما فيه شك ان الاهل من من اهم الاندية الافريقية ولي اسمه سمعه ويستاهل ده هو فيه سأل بعد كده بس احنا كنا بنتكلم ما عرفش يجاب عليه او لا قال يعني يقدر المهندس مصطفى يحط النظام او يغير قال له لا لا ده قرار مكتب تفيه ما فيهش واحد يقدر يعمله واحد ياريت اللقطة دي تكون موجودة برضو طيب المهندس مصطفى فهمي نفسه سؤل ان انت خدمت الاهل والديت ونظام نادي القر دكتور فيك ان الرجل اللي كان موجود معاه بشكل مباشر قال له ده الإدارة التنفيذية ده المجلس المكتب التنفيذي هو اللي بيحط المعايير واللجنة الفنية ولجنة الاعلام لكن في الشخص الوحد يا دكتور كمان هيغير لاحه هي كانت فين الليح ثم انه برضو فيه حتة غريبة جدا نقولك ويتعمد انه ما يخترش نادي الزمالك هو ما بدقاء مش مطلوب منه لا يختر نادي الزمالك ولا النادي الاهلي ولا انت مجرد نادي ضمن انديت القر انت والاهل واي نادي في مصر ده الاتحاد الافريقي مش هيلف على الانديا كلهم يخترهم هو ناوي يعمل ايه ما بيعملش كده حتى مع اي حد مش السفتان انت مالكش صوت مالكش دور ما فيش نادي من حقه يقولك ومعرضش عليك ويعرض عليك ليه هو بيحط معايير بالمقتدع بيعمل كذا اه يعني غريبة جدا يقولك ايه وتعمد انه ما يخترش نادي الزمالك مبدئيا هو ما تعمدش على حاجة ولا هيختر الزمالك ولا هيختر الاهلي ولا هو هشغل عند الاهلي ولا عند الزمالك ولا عند الاتحاد المصري ده امر خاص بالبطولات الافريقية لانديت القرى كلها على فكرة المهندس مصفة فامي اتكلم اللي نسو بإليه انه هو قال في الانتخابات انا اللي جبتلكم نادي القرن وده كلام طبعا فيه سفك شديد يعني نشوف في رأي المهندس مصفة فامي اللي قاله ما خدمتش الاهلي بشكل يميزه عن الباقي لا خدمتو في ايه نفس الحاجات دي يعني نعملك كنا للزمالك وبتاع يعني لو تأخروا يا جماعة ما تنسوش لازم تقدموا القايمة في معادها لانه مش هنقدر نعمل لكم استثناء ومثل هذه الاشياء لا أكثر ولا أقل فيما يخص لقب نادي القرن احنا مقبلين على يعني عدى عشرين سنة من القرن الجديد لكن حتى الآن تفتح القصة وحتى الآن بيشار إلى حضرتك من جانب الجمهور الزمالكاوي ومسؤولي الزمالك بأنك كنت سبب في توجيه لقب نادي القرن من الزمالك إلى الأهلي تم تخاذها بناء على اللواعي كانت في 95 وتم تطبيقها في سنة 2000 لا أكثر ولا أقل بعدين في ناس قالك لا لا كان لازم تنتاخد دي ما تنتاخدش احنا أخدناها زي ما هي كده سنة 95 وطبقها كان في الأهلي ما حدش أعلنا غيروه يعني ليه ليه يعني قالولنا التصنيف ده غلط سنة 2000 كان موجود من سنة 95 كان ساعتها مين المتقدم وقت 95 ده لما صدر التصنيف كان مين الأهلي الأول كان الأهلي الأول كان الأهلي أول متقدم بالتصنيف ده بتاع 95 بعدين توقف ثلاث سنين فملعبش توقف خمسة ثلاث سنين فالزمالك اقترب منه ده بقرار وقتها من مجلس دارة الأهلي اللي حي كنت فيه هل أصلا منطقي أن عضو مجلس إدارة في الأهلي يكون أمين عامل اتحاد الأفريقي فيضع لوائح معينة يراها بعد كده مش من حق الزمالكوية أنه يحس وقتها أنه فيه حاجة غريبة ها بسي ما عملنا لغب نادي القرن ما كنتش حظه مجلس دارة الأهلي 95 عملنا التصنيف وكان فيه نادي الأهلي ومحدش أهل حكي وأنا كنت موجود في محدش فكر أصلا أنه يعمل تصنيف عملنا تصنيف في ساعة 95 لأنه كان مرور 30 سنة على بداية المباراة الأندية الأفريقية كان فات 30 سنة قلنا بعد 30 سنة هذه السيستم بتاعنا والنتيجة كده ما عطش علينا حاجة يعني والنادي الأهلي ممكن ما يحتاج أقول لك أنت ليه ما حطيتش الألقاب المحلي كلام هو احنا طبعا لا احنا بنذكر بس عشان يعني مصدقية الكلام بالنسبة للراجل الذي تعوفاه الله ويقال كلام له احنا مش داخلين في قضية نادي القرن نفسها دي قضية لا تعنينا في شيء شوف المهندس مصطفى فهمي يعني بلادي له الصحة قال لك أنا وقتها حطينا المعايير هو قال 95 لا هي 94 بس المعايير اللي تحطت في 94 هي اللي اتطبقت أو اعلنت في 2000 محدش اعترض محدش اختلف ولما تبصوا على المعايير كل نقطة أو كل مصطرة اتطبقت على الزمالك اتطبقت على الاهل وعلى كتوك وعلى كل الأندية توصل لدور الثمانية تاخد نقطتين توصل للسيمي فاينال تاخد كذا توصل للفاينال تاخد كذا ابطال الكؤوس نظامها كذا ابطال الدوري ما في نقطة اتميز فيها الأهل عن الزمالك أو كتوكو عن الزمالك بالمناسبة تحاد الدولي للتاريخ والاحصار للدكتور كمال استاشت بيه هو ما هوش تابع للفيفا دي حاجة خاصة لكن حتى دي كمان كانت قدة كتوكو مدتش الزمالك يعني مدتش لقالي ولا الزمالك قدت كتوكو ولكن القضية ان انت تقول ان المهندس مصطفى فاهم اعترف وقال في الانتخابات هي دي القضية اللي خلتنا فتحنا الموضوع دي بس انما يتقال ده بعد كده لا كلها مغلطات ومزايدات وقضية صدقوني بقت فعلا فيها قدر هايل جدا من الملل والزهق والرتابة لدرجة ان الناس وصلتها لوزارة التموين هسألك سؤال تاني يا أستاذ براهيم الاول على الثانوية العامة بيتحدد ازاي باللي جاب الفول مارك في اكبر عدد من المواد ولا الي جاب المجموعة del Kilo مجموعة كل المواد كل المواد يجي بقى اما يجيب 1or99% يجي واحد يقوله بس انا جايب انت جايب الفول ماركت مدتين وأنا جايب الفول ماركت تلت مدت تلت مواد وبقى أنا الاول على الثانوية العامة يعني أنت عايز تحسبها الصدام يعيار أنت عايز تحطه النفس هو ده أنت ببساطة شديدة جدا أنت أعلنت عن مصطرة سنة أربعة و تسنة تخصت هي دي ماشي على الكل لغاية النهاردة أنت باعز بعدها فصل مصطرة تانية اللي حيرك في الموضوع أنه الكلام ده معمول بلغاية النهاردة يعني أنت معترض على حاجة أنت بتستفيد منها وإذا مالك بيشارك في الكمفودرالية ليه لأنه التصنيف اللي اتعامل ده إدى الاثناشر دولة الأوائل هقوم اتنين يلعب في دولة الأبطال واتنين يلعبوا في الكمفودرالية فمصر على رأس الأندية أو الدول الاثناشر دول فلولة التصنيف اللي اتعامل بالمعيار اللي سابت حتى الآن ما كانش هيشارك من مصر ناديين في كل بطولة لكن إحنا بنستمتع بالنظام ونرجع نرجمه تاني لكن لما بتوسع من الكبار الحقيقة بيبقى شكلها وحش قوي الكابتن هشام نصر كابتن هشام نصر برضو ووسعت منه ورخر قوي والفترة الأخيرة هو الرجل كمرشح لمقعد نائب رئيس نادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر